تحت شعار التزام وقاية وإبداع يستفيد السجناء الأحداث بالسجن المحلي برشدية من برامج مكثف للملتقى الصيفي للسجناء الأحداث في نسخته الثالثة وتعرفه هذه النسخة اتخاذ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجموعة من التدابير الوقائية في إطار ما تفرده الظرفية الاستثنائية المتسمة بتفشي جائحة كورونا الهدف من الملتقى الصيفي هو إدماج السجناء خارج داخل المجتمع المعدني بعد الإفراج عنهم لأن كان سابقاً السجن المحلي، الكل يشوف السجن المحلي كأنه فضاء مغلق واليوم أصبح السجن المحلي فضاء مفتوع الجمعيات المجتمع المدني وجمع القطاعات حتى يشهد المجهودات الجبارة التي تقوم بها المندوبية العامة في هذا الإطار الملتقى يهدف إلى إدماج السجناء في المجتمع بعد الإفراج عنهم حيث يتدمن تنظيم مجموعة من الأنشطات الترفيهية والثقافية والرياضية وورشات في الفن التشكيلي والقراءة والكتابة هذا الملتقى الصيفي فرصة بالنسبة لي لإخدام فيه مجموعة من المهارات وكذلك الأنشطة التي أخلتني استفدت ونميق الدراسي الملتقى الصيفي للأحداث هو قيمة مضافة بالنسبة لي بحيث استفدت مجموعة من الأنشطة التربوية والثقافية والفنية خاصة الكتابة الأذبية التي أنا ملعبها بزفر بحيث القدفة المؤسسة يد المساعدة من طرف المشرفين التي طوروا مهارة ديالي والتي خلتني انطور مهارة ديالي في الكتابة والإبداع ويعرف الملتقى الصيفي المنظم على الصعيد الوطني أيضا في 28 مؤسسة سجنية أخرى يعرف مشاركة أزيد من 3500 نزيل حدث ترجمة نانسي قنقر